السلام عليكم ايه رأيكم يا جماعة في الشنطة الطحفة دي شنطة فتفيت السكر معمولة بخرز فتفيت السكر وزنت معي تقريبا 800 جرام يعني كده كده انتي هتستخدمي هتشتري يعني نص كيلو من خرز الفتفيت السكر ونص كيلو من الخرز اللولي التاني اه انا عملت لها طبطينة من جوة مبطنوها وحطالها سوستة الابعاد هقولها لكم باذن الله اثناء الفيديو اه شرح الشنطة دي عملته على فيديوهين علشان ما يتوالش معي قوي وتزهقه اه ياريت قبل ما نبدأ الفيديو ده ما تنسوش تعملوه سابسكرايب للقناة واتفعلو الجرس عشان يوصلوكو كل جديد ده النص كيلو الخرز تقريبا تمانية وده اه خرز فتفيت السكر تقريبا عامل اتناشر انا ليه بقول تقريبا عشان هو بيبقاش مكتوب للأسف على الكيس اه حجم الخرز استخدمت خيط التمانين زي ما انتم شايفين يلا هنبتدي بقى باسم الله هنعمل اول حاجة معانا غرزة ربعية اه انا عملت فيديو قبل كده على الغرزة الربعية وازاي تعملي مستطيل وازاي تعملي قعدة شنطة اه وازاي تعملي مربع كل ده هسيبهو لكم في علامة الايفو وفي صندوق الوصف انا حطيت اه خرزة لولي وخرزة فتفيت وخرزة لولي وخرزة فتفيت تمام حبدأ ارجع اه في اخر خرزة لولي اه نعمل طريقة العقدة اللي احنا تعودنا عليها ونخلي الخطين قد بعض وتشد جامد جدا 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 لتحت عشان اهم حاجة عندنا في بداية الشغل ان الخطين يكونوا قد بعض تاني حاجة لازم تكون يشد كويس جدا جدا عشان العقدة بتاعتك تكون موجودة في نص الخرزة زي ما انتو شايفين اهو دلوقتي كده احنا عملنا اول غرزة ربعية معنا شايفين لما سبت الخيط الغرزة ما فكتش ده اهم حاجة هنبدأ نحط تاني خرزة من فتفيت السكر وخرزة لولي في خيط والخيط التاني هنحط في خرزة الفتفيت السكر تمام يبقى خيط هنحط فيه خرزتين وخيط هتحط فيه خرزة زي ما انتو شايفين كده الخرزة اللي فيها لولي هنه الخيط اللي فيه خرزة لولي هنرجع راجع فيها ونحط طرف الخيط بتاعنا زي ما احنا تعودنا وزي ما شرحنا اكتر من فيديو وحنكمل بنفس الطريقة دي العمق اللي انت حابة يكون عرض الشنطة انا عملت العرض ياخد اكتر من موبايل يعني الموبايل وزيادة حابة تعملي عرض اقل براحتك حابة تعملي عرض اكتر براحتك انا حكت بالزبط انا استعملت كام آآ غرزة ربعية بالزبط في السطر الاولين ناس كتير كانت بتكتب لي في الكومنتات آآ حاول توضحي عاملة كام آآ سطر او عاملة كام غرزة ربعية او عاملة نطلع قد ايه انا والله ما بحاولش افرض عليكم ابعاد معينة انتي حابة تعملي شنطة اقل حابة تعملي شنطة اكتر انا بحب اقول الفكرة وانتي كملي بقى آآ الابعاد اللي تحبيها بس هنا في الشنطة دي انا اصط اني اوزن الشنطة واعرف قد ايه بالزبط اخدت خرز آآ واثناء الشرح آآ بحاول على قد ما اقدر اقول لكم بالزبط ابعاد الشنطة عملتي كام آآ غرزة ربعية عملتي طلعتي كام سطر كل حاجة هقولها بالاركام ياريت بس التابعة كويس جدا معي انا فضلت مكملة دلوقتي زي ما انتم شايفين عملت تقريبا آآ عشر غرز ربعية آخر غرزة في السطر حنحط كل آآ آآ كل الخرز في خيط آخر غرزة في السطر ليه عشان انا عايز الخيطين يطلعوا في الخرزة دي عشان اكمل بقية الشغل الخرزة دي عشان اكمل بقية الشغل بتاعي طالع زي ما احنا انا كده تقريبا عملت حداشر غرزة ربعية في الجزء ده يعني دي بداية الشنطة بتاعتي آآ عملتها حداشر غرزة ربعية هنبدأ ده نطلع على الخرزة اللي احنا قلنا عليها آآ آآ هنحط تلات خرزات واحدة لولي واحدة فتفيت سكر واحدة لولي انت عايزة تعكسي براحتك انا يعني آآ يعني انا عاملت ديزاين ده انت عايزة تعكسي آآ في الشكل اللولي والآآ وفتفيت السكر براحتك اهم حاجة نشد كويس جدا زي ما انتو شايفين عشان في ناس كتير بتبعتلي في الكومنتات وتقول لي هو ليه الشغل بيبقى مرهرت معينا او ميبقاش ماسك نفسه ما بيبقاش واقف بسبب انك مثلا مستخدمة آآ خرس كبير وخط وليل يعني مسلا مستخدمة ستين سبعين والخرس كبير فبقوا معا كمان انك ما تكونيش شدة كويس اوي احنا دلوقتي هنشتغل على الخرسطين دول هنحط واحدة فتفيت السكر واحدة آآ اللولي هنرجع راجع ونحط طرف الخيط في العقدة ونبدأ نشد كويس جدا معانا هنكمل السطر بتاعنا بنفس الطريقة لحد ما نوصل لاخر السطر هنحط الخيط في الغرزة اللي بعدها في الخرزة دي ونشتغل بنفس الطريقة هنا خرسطين هنحط واحدة فتفيت السكر وواحدة لولي ونكمل بنفس الشكل ده زي ما قلت انت حابة تعكسي الشكل اللولي والفتفيت السكر برحتك انا بس بقول لك الفكرة وانت تكملي بالطريقة اللي انت تحبيها شايفين الشغل شكله طحفة جدا انا كده كملت السطر بتاعي هنيجي في اخر غرزة في السطر هقول لكم هنعمل ايه بعد ما تحطي الخيط في الغرزة في الخرزة الاخيرة هتلف الخيط زي ما انا عملت كده وتشتغلي اه هتعكس الخيط يعني هتلف الشكل بتاعك وحنحط اه هنعكس بقى نحط واحدة لولي وبعدين واحدة فتفيت يعني هنعكس بدل ما كنا بنحط الفتفيت الاول وبعدين اللولي لا هنعكس ليه لفينا اه الشغل وليه عملنا الشكل ده علشان هقول تاني انا عايزة الشغل يخرج على الخرزة دي عشان نشتغل عليها زي ما ابتدينا السطر اللي قابليه انا عايزة الخطين يخرجوا من الخرزة دي هنكمل بنفس الطريقة دي هنحط واحدة لولي واحدة فتفيت وبعدين واحدة لولي اول غرزة في اي سطر هتكون تلاتة يعني اول غرزة في اي سطر شغل رباعي بتكون تلات خرزات وبعدين بنكمل السطر خرزتين لحد اخر غرزة في السطر بتقوم يلفق الشغل بتاعك وتعكسي اه الخرز لو كنت بتشتحطي الاول فتفيت السكر يبقى هتحطي اللولي الاول تمام هنكمل بنفس الطريقة انا بحاول اوضح لكم اكتر من سطر عشان الناس بتقولني انت بتمشي بسرعة اه انت بتكونيش موضحة انت بتتكلمي كتير في الفيديو انا بحاول والله على قد ما اقدر آآ اشرح فكده هنكمل السطر بنفس الطريقة بنشتغل على الخرزتين هنحط واحدة فتفيت واحدة لولي نرجع راجع اهو ونشد الخيط كويس جدا اهم حاجة في الشغل ده يا جماعة شد الخيط وتخلي العقد ده على قد ما تقدري جوه الخرزة آآ علشان هو ده شايفين اهو انا حلف الشغل بتاعي لفيته وهعكس يعني دلوقتي عملت غلط حطيت الواحدة فتفيت انا بس حبيت اوضح لكو اهو انا عملت غلط دلوقتي حطيت واحدة فتفيت واحدة لولي شايفين كده غلط كده حطينا واحدة فتفيت شايفين شغل باز ازاي انا اصط ان انا عمل ده عشان اوريكو لو آآ لفيت الشغل وعكستي تاني كده غلط خالص هفكو اهو دلوقتي شايفين الشغل باز منا تماما ما ينفعش الفتفيت جنب الفتفيت طبعا انا فكيته اهو دلوقتي وعكست تاني هنحط واحدة آآ لولي واحدة فتفيت يعني انت حتى لو وانت شغالة غلطي حتلاحظي في شغلك انك غلطي تمام طبعا انا هنا جددت الخيط عشان كده الخيط لو اخدين بالكو انه طول ناس كتير بتبعت لي هو لما الخيط يخلص اعمل ايه انا عملت برضو فيديو ازاي لما الخيط يخلص تعملي ايه آآ عشان ما ينفعش خلص تقصي الخيط على طول حاسبه لكم برضو في آآ صندوق الوصف آآ ازاي تحطي خيط او تضيفي خيط لو الخيط بتاعك خلص اول غرزة في اي سطر المفروض تكوني حفصتي تلات خرزات هتحطي واحدة لولي واحدة فتفيت وبعدين واحدة لولي وهترجعي راجع في اخر خرزة زي ما انتم شايفين اهو وبعدين تحطي طرف الخيط بتاعك ايوه وتقومي شدة كويس جدا جدا علشان الخطين يبقوا قد بعض وهتكملي السطر بنفس الطريقة مش السطر ده بس هتكملي كل السطور الجاية بازن الله بنفس الشكل اول غرزة في اي سطر هتكون تلات خرزات بعد كده بقيت الشغل بتاعك هيبقى خرزتين لحد نهاية خرزة السطر بتقلبي الشغل بتاعك وتعملي خرزتين عشان نتكمل ونطلع الشغل السطر اللي بعد كده تمام اه الشنطة تحفة جدا دي طريقة تانية للشنطة انا كنت عاملة شنطة قبل كده ان احنا بنعمل قاعدة مستطيلة وتطلعي اه لكن انا حبيت اقول فكرة تانية ازاي تعملي اه شنطة منتاز سبولة انك تعملي مستطيل طويل زي ما انتو هتشوفوا دلوقتي وبعدين هتتنيه بطريقة اهو انا طبعا كملت هقول لكم العدد بالزبط بصوا انا عملت تقريبا اه اه واحد وعشرين سطر واحد وعشرين سطر غرزة ربعية تمام والفكرة ان انت بعد ما بتخلصي بالشكل انتو شفتو ده هنبدأ نتني الشنطة اه انا عملت تقريبا اه في كل وجه تمان سطور يعني كده تمانية والقاعدة او العمق الاعدة ده تلت سطور لازم يا جماعة يكون عدد فردي وطبعا الظهر تمانية زي ما انتو شايفين تمام وفي جزء بقى لفوق القلاب انا بس بوريكم عمل يعني الشكل هنتني او عشان تبقوا فاهمين الدنيا هتبقى شكلها عامل ازاي لكن انا الوقتي حفرت عشان اعلمكم ازاي نعمل الجزء القلاب معنا هنبتدي نسيب اول غرزة معنا او اول خرزة اه من الفتافيت السكر هنحط الخيط في تاني خرزة من فتافيت السكر زي العادة احنا قلنا اول غرزة من كل سطر بيبقوا ثلاث خرزات فاحنا نحط واحدة لولي واحدة فتافيت واحدة لولي هنرجع راجع تمام وين طرف الخيط هناخده ونبدأ نحط الطرفين جنب بعض طبعا انت لو مبتدئة ما تطوليش اول خيط زي ما انا مطولاه عشان ممكن يكعبل مني كود دنيا طبوس حاولي تأثر الخيط شوية تمام انا دلوقتي اه عملت اول اه سطر في الجزء القلاب بتاع الشنطة اهو هبدأ اشتغل على الخرزتين دول هحط الخيط في الخرزة الفتافيت السكر دي واحط خرزة فتافيت طبعا وخرزة لولي ونرجع راجع في خرزة اللولي ونعمل شكل العقدة ونسحب الخيط آآ الشنطة سهلة جدا متاخدش معاك وقت والنتيجة فوق الرائعة شكلها فعلا تحفة جدا تمام شايفين بدأت تعمل آآ جزء آآ مشتوف كده هنحط بنفس الطريقة خرزة فتافيت على خرزة لولي هنرجع راجع في اخر خرزة ونشد الخيط معانا خلي العقدة في وسط الخرزة هنكمل كده لحد اخر السطر بس آآ لحد تاني خرزة مش اخر خرزة يعني الخرزة لقبل الاخير علشان زي ما ابتدينا من تاني خرزة هنقفل من الخرزة لقبل الاخير عشان الشطفة دي احنا عايزينها تفضل مكملة معانا او شايفين احنا كده وصلنا للخرزة لقبل الاخيرة ودخلنا فيها الخيط طبعا زي ما تعودنا هنقلب الشغل بتاعنا وحنقلب كمان هنحط الاول خرزة لولي وبعدين خرزة الفتافيت السكر ونرجع راجع في الفتافيت السكر ونقفل بالشكل ده شايفين دلوقتي بقنت انك بقى في شطفة يمين وشطفة شمال ازاي طبعا احنا هنكمل عايزين الشطفة تزيد معانا فمش ينفع نشتغل في الخرزة دي هنقوز نشتغل في الخرزة القبليها اللي انتم شايفينها دي فانتي هتمشي الخيط انا طبعا ما حاولتش اولي ده في الفيديو هتمشي الخيط لحد الختين لما يطلعوا من الخرزة دي احنا شايفينهم في الخرزة الاولانية وهنعمل بنفس الطريقة اللي عملناها في السطر القبلي كده اول اه اول غرزة اه هنحط فيها ثلاث خرزات تمام اهو شايفين الشطفة بانت او ازاي شكلها بقى حلو جدا وهنكمل بنفس الطريقة لحد ما نوصل هنا وهنفضل رايح جاي لحد ما توصلي بالشكل اللي انتم شايفينه ده انا كده تقريبا خلصت اهو شايفين شكلها عامل ازاي اه بدأت بعد ما تنتها اهو زي ما انتم شايفين كده خلاص اه انا خلصتها محتاجة اقفل بقى الجناب بتاعة الشنطة وده هعمله في فيديو تاني اه وهسبه لكم في علامة الايو في صندوق الوصف اشتركوا في القناة